تتابعونا في نشرة أيضا محافظ أربيل يعلن تقصص مليارات الدنانير للحد من شح المياه ولمواجهة الجفاف وشرطة أربيل تنفذ حملة على المساجد وتعتقل 48 متسولا غالبيتهم من النساء والأطفال وتركيا تعلن مقتل جندي آخر في المعارك مع حزب العمال شمالي العراق وعبد الفتاح البرهاني يؤكد على دور الجبلوماسية في رفع الحس الوطني وكيف تؤكد مواصلة ماريو بول مقاومة الهجوم الروسي وزيليانسكي يقول إن الحلفاء بدأوا تقديم الأسلحة التي طلبناها ورئيس الأمريكي جو بايدن يصافح الهواء للمرة الثانية في أسبوع